طيب بعض أخبار الأندية لأنها مهمة جدا بالنسبة لحضراتكم في الأهلي انتهت قصة التبادل بين محمد فاروق وأحمد الشيخ لما أقول لكم انتهت تبقى انتهت لأنه يمكن أنا قلت من يومين أنه موسيماني أبدا موافقة يمكن كان حد في الجهاز لكن موسيماني هو في النهاية كان القرار بتاعه وقلع وفي النادي الأهلي معروف أن القرار بقرار مدير فني فقال لا أنا يعني قال كل الاحترام للعيب والعيب هايل والعيب كويس لكنه عندي يعني في المركز ده عندي ناس وبالتالي الموضوع انتهى تماما يعني ما حدش كلم فيه تاني خلص خالص يعني ده من داخل النادي الأهلي بقولكو ده من داخل النادي الأهلي والموضوع طاقة طب أحمد الشيخ مع بيرامدز دي تفاوض بقى إذا بيرامدز عايز أحمد الشيخ هتفاوض مع النادي الأهلي مش عايزه مش هتفاوض وهو مسلماني بيحب أحمد الشيخ يعني قامش أساسي لكنه بيقول إنه ليه دور يعني هيبقى له تواجد إذا كمل لكنه لم يقف عقبه في سبيل تحركه لو عنده عروض عشان بس تبقى حضراتكم عارفين الأهلي سياسته بالنسبة للعيبة الشباب هي الأعارة يعني محمد شكري شايد ردوان وفاخري التلاتة راحوا على البنك الأهلي طيب بالنسبة لحراس المرمى الأهلي متمسك بالثلاثة الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شبير قال دور التلاتة أنا أنا محتاجه الرابع كمان يبقى موجود معايا أنا قلتلكوا في أحمد طارق سليمان في حمزة علاء في محمد طارق في رمضان يعني كل دي حراس موجودين فالأهلي لا هيشتري ولا هيبيع ولا هيعير ده بالنسبة برضو لموضوع حراس المرمى في الناد الأهلي وده بالنسبة لموضوع محمد فاروق عشان يبقى قصة منتهية تماما في هذا الأمر وما نتكلمش فيه كتير يعني في الزمالك الحمد لله حالة حزم إمام بتتحسن أه بيجيروا شوقات سخنية بيجيروا شوقات رشح ده طبيعي جدا لكن مع العزل معناها طبعا مش هيبقى موجود في ماتش الكاس ومش مهم يعني مش مهم لكنه إن شاء الله بإذن الله هيلحق بالمباراة نهاية بتشيكوا بقى يحطوا في التشكيل ما احطوش في التشكيل دي حاجة بتاعت النادية ترجمة نانسي قنقر